يعني دعمنا الفرقة السنادي في سبورتنج بمحمد حمدي لعب المصرية للتصلاة ودعمنا بسنتر تحت الحلقة لعب ارتكاس سام العلاقي ما دعمناش بحد كتير نادي يعني فيه خطة للنادي بدقة من سنتين ثلاثة والسنادي مكملينها ان هم يعني عايزين نعتمد على ولاد النادي الصغيرين عندنا مجموعة مناشئين كويسين جدا 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 منهم حسن عامر موجود النهاردة هنا وفيه موعة تانية برضو موجودة بحيث ان احنا نبدأ نعمل قاعدة من الوادي النادي يقدروا يقدروا يعتمدوا النادي يعتمد عليهم الفترة اللي جاية خاصة في ظل الاسعار وظل المزانيات الرهيبة اللي موجودة دلوقتي بين الاندية فدي الخطة ان شاء الله المستقبلية بتاعت النادي سؤال الشافك السبب زيادة الاسعار الكبيرة خلال اخر تلت مواسم يعني بقى فيه فرق كبير جدا في الموضوع ده والاسعار بقت فعلا فوق قوي كلاعب باسكت وكميزانية انا موافقك انا موافقك جدا الاسعار علت بشكل غريب وفيه اندية خلاص انا من وجهة نظري ان موضوع اتحسن ما بين الناديين ثلاثة في المنافسة على طولة الدوري او كل البطلات اتلاعي في مصر وباقي الاندية ما اعتقدش ابالهو حظوظ كبيرة انها تنافز على البطلات مش عارف ايه الحل ايه بصراحة او مش عارف ايه اللي وصل الموضوع لكده انما انا موافقة جدا 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 ان الاسعار والبجت بتاعت اللعيبة والاندية بقت عالية جدا 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 كمان مش اللعيبة المصريين بس اللعيبة المحترفين اللي برا اللعيبة المحترفين بيجوا الاندية أهل زمالك الدحاد الأملية دي كلها بقت أسعار كبيرة جدا 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 هو سبورتنج مش في الطوف فورب يعني عشان برضو نبقى حقانين في العرض يعني سبورتنج مش في الطوف فورب يعني بنجي في الخامس والسادس لعبين في الحتة دي لفترة السنتين ثلاثة الأخر كل يعني كل منتخب في العالي في الدنيا وكل حتة في الدنيا أو أي حتة أي مكان موجود أي فرق البسكت بيكون موجود في أماكن فيها بعض النقص أو حاجة الدوري بتاعنا قوي جدا بقى له سنتين ثلاثة فعلا من الفاينالز اللي بتعب والناس كلها متابعة بقنا سنتين اتحاد وآهلي وزمالك واتحاد قبل كده كانت حاجة مشرفة والناس كلها متابعة البسكت نعملأ الحمد لله منتخب مصر ماشي كويس منتخب مصر كسبان سبع ماتشات من تسعة مغلوبين ماتشين بس لسا راجعين من الويندو اللي في تونس بنا كرمنا ماتشين واتغلبنا ماتش إن شاء الله عندنا الويندو جاي مش عارفين هاي بقى مصر ولا بقى ماتشين إن شاء الله محتاجين ماتش أو ماتشين إن شاء الله بأمر اللي نحقق الحلم ونوصر كاسعلم إن شاء الله إن شاء الله آخر سؤال شايف مين السنة دي هيكون في الطب 4 زمالك اتحاد أهلي زمالك اتحاد أهلي الرابع ده بقى يعني ممكن ناديين تلاتة هتخنقوا عليه شوائز مين مسلا؟ في جزيرة طبعاً مرشح بقوة يبقى في المركز الرابع في سبورتنج في سموحة في قوة الأندية ممكن تتنافق في الاتصالات نادي عمل شغل كويس جداً جداً من السنة اللي فاتت أهلي جمالك اتحاد هم دول في المركز الأولى المركز الرابع هيتخنق عليه في الأيدين ثلاثة دي من وجهة نظرهم اشتركوا في القناة